في حاجة غريبة جداً في الفريق مفيش روح نتكلم بقى عن الروح مفيش روح احنا جبنا الهدف الاولاني وشعرنا بالفخر والغرور والثقة انه لا جماعة دي موزنبيق ايه في ايه موزنبيق هنعديها عادي ده اول ماتش ده احنا لسه قدامنا غانا ولسه قدامنا كافردي ده احنا لسه بس يعني موزنبيق ايه عادي يعني ده احنا جبنا جون في اول 3 دقايق في اول دقيقة وبالتالي الهدف الاولاني بدل ما يكون عامل ثقة يخلي المباراة دي حصالت اهداف تديني ثقة في الاول وقلنا البدايات مهمة قدت بالعكس بقى جابت نتيجة عكسية الهدف جاب نتيجة عكسية وبقى فيه حالة من الغرور والطباطو ما بقيناش بنجري عادي جداً وفجأة بعد الهدف الاولاني تراجع كبير جداً في الاداء بقيت الشوط الاولاني نزلنا الشوط التاني موزنبيق اداء تاني خالص في 3 دقايق جابوا جونين احنا بقى بعد الجون التاني حصلنا حالة زهول صمت وزهول كده وترقب وبقى اينا بنبص البعض اللعبة بيبصوا البعض ايه يا جماعة هو حصل ايه يا دي موزنبيق هو ده احنا وكأن احنا في عالم اخر وفي مكان اخر ومش عارفين احنا فين وبتدوا بقى يبصوا البعض وبتدوا يبقى عندنا حالة زهول تغييرات ايضاً غريبة انا حسيت ان المنتخب المصري ما كانش موجود ده ولا كأننا لو احنا بنلعب مباراة ودية مع موزنبيق كان اداءنا هيكون افضل من كده ده اداءنا في المباراة الودية الاخيرة كان افضل من كده انا الحقيقة علامات استفهام كثيرة مش فهمها سواء في تشكيل فيتوريا وتغييراته او سواء في اللعيبة نفسهم غير مفهوم تعادلنا بشق الانفس هل ده منطقي بضربة جزاء كادت كمان انها ما تجيش ضربت في العرضة وكان ممكن ما تتحسبش تعادل بشق الانفس وده اول مباراة ماذا سيفعل فيتوريا ماذا سيفعل اللعبين هنتناقش طبعا مع الكبات فاروق جعفر والنقد الرياضي فاتحي سند هيكونوا معانا الان في فقرة اولى النهاردة نتكلم فيها هذه لا صوت يعلق على صوت كرة القدم في مصر الان